النهاردة معنا اكتاب الحقيقة انا شايفة ان الكلنا محتاجان له علشان نقدر نحقق التوازن في حياتنا وده شيء مطلوب بشكل كبير جدا الاعتدال والتوازن اللي غنى عنهم علشان نقدر نعيش حياة متوازنة طبيعية والحقيقة انه فيه مننا بيركز على جانب واحد بس في حياته زي مثلا انه يركز في شغله على حساب صحته على حساب رحته على حساب حياته الأسرية او يركز في صحته وراحته ويكبر دباغه من شغله ما يحققش اي نجاحات في حياته وفيه ناس تانية ما بتعملش حاجة غير انها بتفكر والحقيقة انه التفكير ازايد ده برضو مش مطلوب وللأسف ما بيكونوش اي نتيجة ايجابية كل ده اكيد مش صح والحقيقة انه كل ده بيسبب لنا ضغوط نفسية امراض نفسية وكمان امراض جسدية عشان كده لازم يكون فيه توازن في جوانب حياتنا المختلفة عشان نقدر نحقق السعادة اللي اكيد كلنا بنحاول ان احنا نوصل لها وكلنا بندور عليها اللي اعتدال مطلوب في كل حاجة زي ما بقول لكم وده اللي هنقدر نعرفه النهاردة من خلال كتابنا مفاتيح التوازن الخمسة للكاتبة واقل استاذة ريم العنصاري واللي هتكون منها ورانا النهاردة في الستوديو وهنعرف منها ايه هي مفاتيح التوازن الخمسة في حياتنا وازاي نقدر نوصل له اشتركوا في القناة